اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سهل بخارج تاب التوحيد بيبقى لالله تعالى ولا تنفع شهادة عنده إلا لمن أزن له عن سعيد الخدرية عن النبي قال يقول الله يا آدم فيقول لبايك وسعليك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من زريتك بعصا إلى النار ابن حجر بقى بيشرح لنا وبيقول فينادي الله بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من زريتك بعصا إلى النار فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك يعني ابن حجر بيقول إن اللي هينادي ملك الله هيأمره أن ينادي طيب الله مش بيتكلم زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت هيأمر الملك إزاي هل مثلا الله يشاور للملك أو مثلا هيدي له إشارة معينة يعني معناها يأمره بالكلام طيب اللي بيعمل كده إحنا كبان قدمينه ونشوفه بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه أخرص بنسميه الأخرص إنه بيعمل إشارات معينة طيب هخلينا نشوف إن الشيخ البراك منتهى الصراحة رح قال الكلام ده قال وهو يتضمن تشبيه الله سبحانه بالأخرص تعالى الله عن ذلك علوة كبيرة طبعا معنى أخرص يعني إيه؟ إنه مش بيتكلم حقيقة زي ما احنا تعودنا في شرح ابن حجر إنه لما يجين في الحقيقة بيثبت المجاز هل الله بيتكلم مجازا؟ واللي بيقول إن الله مش بيتكلم بالحقيقة يعني لا يتكلم حقيقة لكن بيتكلم عن طريق المجاز ده مين؟ ده مجعم ومؤسس الجهمية خلينا نروح للمرجع في مجموعة فتاة وابن تايمية التفسير كتاب الكرآن كلام الله حقيقة فصل الكرآن العظيم كلام الله العزيز ليس شيء منه كلاما لغيره بيقول كده وجهم يقول أن الله تعالى لا يتكلم أو يقول إنه يتكلم بطريق المجاز يعني كده إحنا يعرفنا إن ابن حجر جهمي خلينا نروح للحديث تاني غيره عشان نتأكد من قصد ابن حجر سهل بخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لما نؤذينا له يقول كده عن أبه رايرة قال النبي قال إذ قد الله الأمر في السماء درى بتال ملائكة بأجنحتها خضاعا لقوله كأنه سلسلة على الصفاء ابن حجر بيروح يعلق وبيستشهد بكلام البيهقي ويقول الكلام ما ينطق به المتكلم فسماها كلاما قبل التكلم به قال إذ كان المتكلم زي مخارج يعني إذ زي مخارج يعني زينا كده مخارج عنده مخارج عنده بق وسنان وشفاف وقصب هواقية عنده مخارج عشان كده بيقدر يتكلم فبيقول فإن كان المتكلم زي مخارج سمع كلامه زي حروف وأصوات وإن كان غير زي مخارج فهو بخلاف ذلك طب هل الله عنده مخارج طبعا هما بيقولوا لا الله ما عندهش مخارج فبيقول كده والباري عز وجل ليس بزي مخارج فلا يكون كلامه بصوط بحروف وأصوات يبقى كده الله ما بيتكلمش بحرف والصوت وابن حجر طبعا لما بينق الكلام البيهقي لأنه متفق معي والبيهقي بيقولها صراحة وبينفي إن الله بيتكلم حقيقة يعني بصوت وحرف خلينا نشوف تعليق الشيخ البراك ونشوفه بيقال إيه قال كده قد تضمن بيقول كده أخطاء عدة أولها وأصالها نفي أن يكون كلام الله تعالى بحرفه صوت والمفاجأة اللي إحنا بنتفاجئ بها إن الأشعار نفسه لأسس مسهب الأشعارة زي ما قلنا قبل كده في حلقة قبل كده بيعلق على الكلام ده بيقول لنا معناه إيه الكلام ده في شرح كتاب الإبانة في أصول الديانة وأما أهل الباطل في إنهم يعتقدون أن الله تعالى لا يتكلم بحرف وسوته إنما له كلام نفسي طيب خلينا كده نشوف يعني إيه الكلام ده زي ما قلنا قبل كده إن الله إن ابن حجر بينفي عن الله صفة إيه الكلام إن الله يتكلم كده يعني بكلام حقيقي وبيحاول يأول صفة الكلام أو بيخترع لها معنى مجيزي ولما ابن حجر بيقول إن الله مش بتكلم حقيقي يعني أخرص طيب هنتفاجئ هنتفاجئ طبعا هو بيثبت الكلام النفسي ده إزاي أول حاجة هنروح لكتاب الإبانة عشان نفهم يعني إيه شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة بيقول كده بينما الأشعارة لا يقولون لا يتكلم بحرف ولا صوت وإنما هو كلام نفسي أي أن الكلام يدور في نفس الله عز وجل زي مثل البشر تماما حينما يحيك في صدره يعني الله بيكلم نفسه في سره محدش بيسمعه لأنه طبعا مش بيتكلم حقيقة طب المعنى ده اللي احنا بنقوله يعني هل نفس المعنى أن الله أخرص يعني أنا ممكن أن أشوف واحد أخرص ورح أقول آه ده أخرص بس بيتكلم هل ينفع أننا أقول الأخرص بيتكلم بس بيتكلم كلام نفسي لا اللي بيقول كده لأن الأخرص يكلم نفسه يعني كلام نفسي طيب الكلام ده بنلاقيه فين في الانتصار في الرد على المعتزر للأشرار بيقول أبو الحسين يحيا ابن أبي الخير إلى آخر المرجع بيقول والجواب الثالث أن حديث النفس لا يسمى كلاما طبعا واحد بيكلم نفسه هل مثلا أنا أشوف واحد كده ساكت على طول ما بيتكلمش خاصة أقول ده بيتكلم بس بيكلم نفسه هل ممكن نقول كده وبعدين بيقول الجواب الثالث بيقول والجواب الرابع لو كان في النفس كلاما لكان الساكت أو الأخرص يتزور فيك نفسه كلاما سمية متكلما فيه قد إلى كونه أخرص متكلما أو متكلما ساكتا في حالة واحدة وهذا محال وبعدين طبعا إحنا فهمنا أن هم قالوا كده وطبعا أهل السنة بينفوا كده طب خلينا نشوف يعني إيه كلام نفسي هل الكلام نفسي ده ليه صفة معينة يعني خلينا نروح كده لصحية البخاري كتاب الشهادات باب لا يسأل أهل الشركة عن الشهادة وغيرها ابن حجر بيقول لنا إيه في شرح البخاري هيقول كلام خطير وهنفهم معناه دلوقتي بيقول أحدث الأخبار بالله أي أقربها نزولا إليكم من عند الله عز وجل فالحديث بالنسبة إلى المنزول إليهم وهو في نفسه قديم عشان نفهم الكلام ده هنروح لشوف تعليق الشيخ البرق بيقول إيه القديم الذي لا بداية لوجوده يعني زي أزلي وهذا جار على مسهب الأشاعرة في كلام الله فإن كلام الله عندهم هو معنى نفسي ليس هو حروف وأصوات وهو معنى واحد لا تعدد فيه معنى واحد لا تعدد فيه أنه هو نفس الكلام بيكرر الله بيقوله هو قديم لا تتعلق بيه ما شئته يعني الله غصبا عنه قاعد يتكلم مش متحكم في الكلام ده لا تتعلق بيه المشيئة بتاعة الله فعندهم أن هذا القرآن المسموع المتلوء المكتوب ليس هو كلام الله حقيقة بل هو عبارة عن ذلك المعنى النفسي وإحنا هنشرح دلوقتي كلام الشيخ البراق مرة تانية عشان اللي بيسمعنا يفهم أكتر أصدق ابن حجر إيه القديم اللي هو ليس له بداية لوجوده لا بداية له يعني إيه يعني أن كلام الله كمان بيقول أنه لا يتعلق بقدرته أو ما شئته يعني الله بيتكلم وهو مش عارف أنه بيتكلم أو مش عاوز يتكلم يعني الله بيتكلم كده غصبا عنه ودي طبعا ليها معنى إيه المعنى ده بيأكده الشيخ البراق بيقول وهو القديم لا تتعلق به مشيئته مشيئة الله سبحانه وتعالى هنروح برضو لتعليق الشيخ البراق عشان نفهم أكتر ويقول هو وهو معنى واحد لا تعدد فيه ابن تيمية بيقول لنا كده برضو بيشرح نفس الكلام في العقيدة الواسطية آيات الصفات إثبات صفة الكلام الأخر المرجع هتلاقوه قدامكم يقول كده لا يتعلق بما شئته وقدرته ونفي عنه الحرف والصوت وقال إنه معنى واحد في الأزل من اللي بيقوله كده بيقوله هم الكلابية والأشعارية ومنهم من زعمة إنه حروف وأصوات قديمة لازمة للزيت هنروح لتعليق الشيخ البراق وبيقول إيه وهو معنى واحد لا تعدد فيه هنشوف ابن تيمية بيقول إيه بيشرح معنى واحد يعني إيه في مجموع فتاة ابن تيمية كتاب التفسير كتاب الكرآن كلام الله حقيقة الأخر المرجع بيقول إيه بيقول كده وكلام الله العزيز ليس شيئا منه كلاما لغيره إذ عربنا الطورة والإنجيل لم يكن معنى هما الكرآن بل معاني هذا ليست معاني هذا وكذلك كل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يدي أبي لهب ولا معنى آية الكرسي ولا آية الدين يعني إيه كلام ده يعني بيقول كل الله وأحد هو إحنا لما نقول إنه معنى كلام نفسي وكلام قديم يعني هو بيقول إنه كل الله وأحد دي هي نفس معنى آية الكرسي وكل القرآن بكده هيكون معناه واحد وكلام ده معنى إيه معنى إنه القرآن مش كلام الله حقيقة إنما هو معنى لكلام الله أو عبارة عن كلام الله يعني جبريل هو اللي فهم كلام الله النفسي ده لما يتكلم بالعرب يبقى قرآن لما يتكلم بالعبري يكون طورا لما يتكلم بالسرياني على كلام المسلمين طبعا بيكون إنجيل وإحنا نشوف الكلام ده في أصول اعتقد أهل السنة والجماعة يقول لنا كده الكلابية والأشعرية ثالثا الكرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله إذكر قبل عربية فهو كرآن وإذكر قبل عبرانية فهو طورة وإذكر قبل السريانية فهو إنجيل يعني كده من الآخر الله أخرص وكلامه كلام نفسي وكلامه كلام قديم وبيتكلم به وغصبا عنه لا بمشأته ولا بقدرته غصبا عنه بيقوله وكل الكلام ده معناه بمعنى واحد يعني ما فيش تعدد في الكلمات وتبين الحلقة الجاية علشان نشوف هل الكلام ده بيطعن في مصدقات القرآن ولا لا وألتقي بكم في الحلقة القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر